بمناسبة الجمهور بكرة اللي هيروح المدرجات عايزين شكل مثال يا جماعة وجمهور الاهلي ما يتوصحش بصراحة يا شكل مثالي وهتفات وصورة متحضرة والناس بصراحة دايماً يعملونا بشكل محترم جداً وإحنا كمان نبادلهم نفس الاحترام فإن شاء الله الصورة تطلع بشكل رائع جداً شركة تسكرتي أعلنت التعليمات الخاصة بحضور الجماهير لمباراة الاهلي والعين تعليمات دي فيها إيه؟ أول حاجة إنه مش هيسمح بدخول أي واحد مش حامل البطاقة بطاقة تسكرتي لفان آي دي لموسم 2023-2024 ولازم الفان آي دي يبقى موجود معاك وانت رايح لستاد هيكون فتح بوابات استاد القاهرة من الساعة الثانية زهراً وهيتم استقبال الجماهير الراغبة في التواجد مبكراً لن يسمح بالدخول بتسكرة غير مطابقة ببطاقة تسكرتي الفان آي دي الخاصة بالمشجع لن يسمح بدخول حاملة دعوات دون بطاقة الفان آي دي لموسم 2024-2025 وكمان عدم التواجد في محيط الستاد دون التسكرة وتسكرتي والفان آي دي الخاص بالمشجع وارتداء بطاقة تسكرتي اللي الفان آي دي قبل الدخول من بوابات اللي استاد التزام كل مشجع بالدرجة المخصصة له لا يمكن نقل ملكية التسكرة من شخص إلى شخص آخر بأي حال من الأحوال وعلى الجماهير حاملة تذاكر المقصورة الالتزام برقم المقاعد المدونة على التذاكر المخصصة له بس يا باشا ده كلام محترم جدا هقولك ليه بقى وليس فقط إشادة بشركة تسكرة اللي فرقت كتير جدا جدا في عملية دخول الجماهير المحترم والخروج بشكل محترم وانك تلاقي مقعد تقعد عليه فرقت كتير زمان على أيامنا واحنا شباب صغيرة قوي كنا منروح بنتبهدل بنتبهدل ليه كنا منتبهدل كنا بيبقى معايا تسكرة وفي واحد جنبي عمالي يزقفها ويتخاني معايا معاوش تسكرة عايز ينط ويخبط ويخشها بالإيه بالدراعة وكان بيخش غالب دلوقتي الكلام ده يبقاش موجود خلاص فان اي دي بتاعك تسكرة مربوطة بالفان اي دي هتخش معزز مكرم معاكش لو تشقلبت في الهوى مش هتخش فاللي معاها تسكرة يبقى موجود بكرة في المدرج تعليمات واضحة تسكرة تبقى مربوطة بالاي دي معاك تسكرة متوقفش زي ما انكوا بيقفوا عند الاستاذ كده يقضوا يبقى في التذاكر بفيش الكلام ده خلاص مبقاش ينفع فالامور المنظمة حلوة كلنا كل الجماهير كل جميعين النادي الاهلي الجميعين المصرية كمان اللي عايز تدعم النادي الاهلي ممثل مصر كل الشعب المصر يحب يروح المباراة بكرة بس مش هنفع كلنا نروح فاللي معاهاش تسكرة نعملش أزمة ونعملناش مشكلة ونخلي الدخول سهل وسلس واللي موجود يسد الجمهور اللي موجود بكرة بصوتنا وحمسنا كلنا بيه ان شاء الله ربنا يكرمنا بإذن الله